من تونس انضام لنا نجلاء بوخريس مراسلة الغد إذا نجلاء ما هي تدابير والإجراءات الاحترازية الإضافية إن وجدت التي ستتخذ الحكومة التونسية في مواجهة فيروس كورونا نعم ونشير أن تونس الآن هي في المرحلة الأولى من هذا الحجر الصحي الموجه عدة قطاعات اقتصادية وحيوية عادت لاستأناف نشاطها هناك تسجيل لعدة خروقات وإخلالات بهذه التدابير خاصة تزايد التدافع والازدحام بين المواطنين خاصة في المواصلات العامة تونس تقول أن مؤشر الإصابات بكورونا تراجع في الأيام الأخيرة وهذه يعد عنصر إيجابي حتى تمر تونس إلى المرحلة الثانية والتي تبدأ في 11 من مايو المقبل المرحلة الثانية ستعود عدة قطاعات أخرى إلى العمل من بينها مثلا قاعات الرياضة، قاعات التجميل، العيادات الخارجية بشكل كامل وأيضا الفنادق بانتظار عودة طبعا التنقل بين المدن وكذلك حركة الموانئ والمطارات طبعا تونس اليوم تتخذ هذه التدابير والإجراءات من خلال مراقبة حركة التونسيين خاصة في الأسواق الشعبية أيضا محطات المترو وغيرها من الأماكن التي يكثر عليها الإقبال أيضا مراكز البريد التي يكثر عليها الإقبال من التونسيين خاصة خلال هذا الشهر الكريم أيضا وائل اليوم هناك حديث عن ضغط تمارسه غرفة أصحاب المقاهي على الحكومة التونسية هؤلاء يريدون العودة لاستأناف نشاطهم في النصف الثاني من الشهر الكريم ويقولون أن ديونهم قد تراكمت وأيضا كسدت تجارتهم وأصبحوا عاطلين عن العمل وبالتالي يريدون العودة لاستأناف نشاطهم مع أخذ التدابير والاحتياطات أيضا اليوم تونس بالتزامن مع هذه الاحتياطات قررت تفعيل قرار التخفيض في سعر المحروقات في البلاد بواحد ونصف بالمئة تقريبا ثلاثين مليما للتر الواحد من البنزين تمشيا مع متغيرات السوق العالمية وانخفاض سعر برميل النفط إلى أقل من سبعة عشر دولارا في الأسواق العالمية شكرا جزيلا لك نجيلة مخريس من رأس سرعة الغد كنت معنا من تونس